السردين المعلب اللي متشر في الأسواق قل شاهدت من قبل كيف بتم تعليب وهل بتعرف شو أبرز المواد اللي بضفوها عليه؟ هل فكرت في يوم من الأيام هل هذا السردين المعلب صحي ولا لا؟ اليوم رح نروح بجولة مع أسماك السردين من الصيد حتى التعليب ونتعرف هل هي مفيدة أم مضرة على صحة الإنسان ومثل ما انتم تعودين علي أي معلومة طبية بذكرها في الحلقة بنقولها كما هي من مصادرها الطبية الرسمية وما بضيف رأيي بالموضوع نهائياً بترك روابط المصادر في التعليقات السلام عليكم أنا سامي مشتهو برحب فيكم قبل أن نبدأ لا تنسوا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واكتبوا لي كمان بالتعليقات عن شو حابين أعمل بالحلقات القادمة أنا بصراحة من الأشخاص اللي بيحبوا سمك السردين لكن السردين الطازج لأن احنا في بحر غزة بصيدوا عنا السردين بين الحين والآخر وبصراحة لما بشتريه معلب ما بستمتع فيه يمكن عشان ما وجود عنا طازج وبشعر بالفرق الواضح بين الطازج والمعلب خلونا نذهب إلى مصانع السردين المعلب هذا المصنع في البرتغال يعلم سنوياً ما يقارب الستين مليون علبة من الأسماك المختلفة أهمها السردين له لكن قبل أن ندخل المصنع خلونا نشوف كيف يتم الصيد تعيش أسماك السردين الكبيرة بالقرب من سطح الماء وعادة ما تسبح في مجموعات كبيرة وتظهر على سطح في الليل لتتغذى على الأحياء المائية الطافية المسماء العوالم تتم معظم رحلات صيد سمك السردين في الليالي المظلمة وبطرق معينة بيعرف الصيادين مكان هذه الأسماك وباستخدموا أنواع معينة من الشباك لصيدها طبعاً يصل عدد سمك السردين في أسرابه إلى عدة ملايين أحياناً وعلى الرغم من ذلك فقد أدى صيد الزائد عن الحد لهذا النوع إلى انخفاض كمياته في بعض أجزاء العالم من المناطق التي تأثرت بشكل بالغ مياه ساحل كرافونيا وجنوب إفريقيا في بعض الدول يتم حذر صيد السردين في موسم التفريخ وفي بعض الدول بكون صيد السردين مسموح فقط لمدة ستة أشهر من العام موسيقى 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 بعد صيد سمك السردين كثير من الصيادين بضعوا الثلج على السمك حتى يحافظوا عليه بعده بتم نقله مباشرة إلى مصانع التعليم أول خطوة في المصنح هي عملية التنظيف فتم غسل الأسماك جيداً وتنظيفها في مواسم الصيد بصيدوا كميات كبيرة من أسماك السردين وعشان ما يقف الإنتاج طواري العامة يقوموا بتجميد كل هاي الكميات الكبيرة من الأسماك فبتدخل الأسماك أولاً محلول ملح لمدة 30 دقيقة ثم يتم تجميدها في ثلاجات درجة حرارتها صفر للحفاظ عليها لمدة طويلة قد تصل لستة أشهر هذا كله قبل عملية التعليم طبعاً بعض الخبراء في هاي المصانع بقول لك أنه هذا التجميد لا يؤثر على جودة السمك الهدف من التجميد أنهم يعلبوا سمك السردين برحتهم لأنه ابتصلهم كميات كبيرة جداً من الأسماك فمش هيقدروا يعلبوها جميحة بنفس اللحظة فبودوها مباشرة على التجميد بعدها بقوم العمال الساعة الرابعة عصراً بإخراج الأسماك من الفريزر وبتركوها طوال الليل حتى يتمكنوا من إذابة الثرج عنها ثاني يوم تمر الأسماك المذابة في ألات تقوم بإزالة الرأس وأيضاً قطع الذيل طبعاً هذا كله بسير بشكل آلي لأنه لو بدهم يعملوا يدوياً بدهم واخد طويل جداً لأنه عدد الأسماك بتكون كبيرة لكن لو بدهم يعلبوا السمك كسمك في لي يعني يكون بدون أي شوك بقوموا بالمهمة بشكل يدوي طبعاً من المهم إزالة رأس السردين وخياشيمها قبل التعب آلي يكون ذا جودة عالية بعدها يتم وضع الأسماك في علب صفيح ويتم طهيها على مراحل عدة المرحلة الأولى بتم طهيها في بخار ساخن لمدة 30 دقيقة بعدها يتم طهيها على النار مباشرة لمدة قصيرة مجرد الانتهاء من مرحلة الطهي يضيف العمال بعض المكونات الأخرى مع سماك السردي منها الصلصة الحارة أو الفلفل أو الجزر طبعاً بتتضمن هذه المرحلة إضافة مثلاً الملح أو الليمون أو أي نكهات أخرى بعدها يقوموا بوزن العلبة ثم تقوم هذه الآلة برش القليل من زيت الزيتون أو زيت دوار الشمس أو زيت فل الصوية أو الماء أو صلصة الطماطم أو الفلفل أو الخردل وغيرها من النكهات بعدها إلى آلة الإغلاق فبتم كبس الغطاء بشكل محكم وعادة ما تكون السردين معبئة بإحكام في علبة صغيرة يسهل فتحها من خلال السحب يعني على غرار المشروبات الغازية أو مع مفتاح يعلق على جانب العلبة فبالتالي لديها مميزات كونها تحمل بسهولة وغير قابلة للتلف ومعلبة بطريقة جيدة طبعاً بعد التعليب مباشرة تسقط العلب في مياه نظيفة وبعض المصانع بيستثمروا مياه الأمطار المعاد تدويرها في هذه المهمة بعدها بتم دخال العلب إلى آلة التعقيم لقتل أي بكتيريا بعدها تمر العلب إلى مرحلة الفحص النهائية فتمر من خلال آلات خاصة للفحص ويقوم قسم الجودة بأخذ عدد من العلب كعينة بتم فحصهم فحص دقيق جداً من حيث التعقيم والإغلاق وغيرها من الأمور اتخيلوا مع أن هذا المصنع يستطيع أن ينتج 300 ألف علبة من السردين يومياً ويتم تسويق السردين المعلب من هذا المصنع لـ 50 دولة حول العالم طبعاً تعليب أي نوع من الأسماك بمر تقريباً بنفس المراحل مع بعض الاختلافات فبتم فرز الأسماك وفحصها ثم نقحها وغسلها وسلقها أو طبخها ثم تعبئتها وترضي الهواء من العلب وإحكام قفلها وتعقيمها فتبريدها تبريداً مفاجئاً ثم إلى التخزين ترجمة نانسي قنقر المهم خلونا نعرف العلب اللي بيستخدموها في التعليب من شو مصنوعة وهل هي مضرة ولا لا العلب اللي بتكون محها مفتاح منها وفيها بتكون مصنوعة من صفائح الحديد المعالجة بمراحل متعددة فبتم إلباس الصفائح طبقة من القصدير بالتحليل الكهربائي ثم الطلاء بالمينة أو الورنيش المركب من مواد عضوية ذات صفات خاصة لمنع تفاعل مكونات الغذاء مع معدن العلبة لكن اليوم كتير من المصنع بتستخدم علب الألمونيوم في التعليب فهي مقاومة للتآكل حتى في الأجواء الرطبة وتكاد تكون عديمة التأثير في نكهات الأغذية إلا أنها أضعف من علب الصفيح وأغلى سعراً وحجمها وسعتها بتكون محدودة رح نعرف بعد قليل هل هذه العلب مضرة على صحة الإنسان ولا لا لكن السؤال الآن بشكل عام هل السردين المعلب مفيد للصحة ولا مضر وهل هناك فرق بين المعلب والتازج طبعاً نحارض المعلومات الطبية من المصادر كما هي ونبدأ مع موقع تي أونلاين الألماني فقال لابد من الإشار أولاً لأنه لا فوارق بين السمك المجمد والسمك التازج وذلك لأنه يتم تجميد السمك فور صيده وهكذا يحافظ على العناصر الغذائية وعلى فوائده وقال أيضاً ما يجب الانتباه إليه هنا هو أن تكون علبة السمك المجمد سليمة ولم تتعرض لأي تمزق أو تخريب وقال حتى سمك المعلب غير المجمد كالسردين والتونة يعتبر صحياً وتحدث أيضاً أنه يعتبر السمك المعلب الغني بالدهون مصدراً هماً لأحماض أوميغا 3 وهذه الأحماض لا تتأثر بعملية التعليم أيضاً موقع الطبي الأمريكي وابامدي قدم العديد من الفوائد الصحية للسردين المعلب حتى ترك الرابط بالتعليقات اللي حابب الاستزادة وذكر نقطة مهمة إذا كنت تتجنب الأسماك لأنك قلق بشأن الزئبق فيمكنك تناول السردين دون قلق ومحتواها من الزئبق منخفض جداً طبعاً هذه النقطة حكيناها قبل هيك لأنه منعرف أنه بعض أنواع السمك الكبير بكون بيحتوي على الزئبق حكينا عن تفاصيلها في حلقة تعليم التونة وذكر أيضاً بعض الأضرار خاصة اللي بعانوا من النقرس وارتفاع ضغط الدم أو كان عرضة للإصابة بحصوات الكلة وننتقل إلى الجزيرة نت بنقلها عن تقرير الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر يقول التقرير أنه حتى السمك المعلب غير المجمد كالسردين والتونة يعتبر صحياً ويعتبر السمك المعلب الغني بالدهون مصدراً هاماً لأحماض أوميغا 3 وهذه الأحماض لا تتأثر بعملية التعليم أيضاً الدكتور أسامة أبو الروب وضح نقطة عبر الجزيرة نت فقال عند شراء السردين المعلب من الأفضل شراء المعبأ في زيت الزيتون بدلاً من زيت فول الصويا وقال كذلك هناك السردين المعلب في الماء وهذا يعد خياراً جيداً لتقليل محتوى من الدهون لكن من باب أمانة النقل كثير من الأطباء بنصحوا استبدال الطعام المعلب بالعموم بالمأكولات الطازجة لعدة أسباب أبرزها أن الطلاء الداخلي للعلب المعدنية يضر بالصحة فالطلاء الذي من المفترض أن يحفظ الطعام ويطيل عمره هو عبارة عن المركب الكيميائي ثناء الفينول وحسب مؤسسة مايو كلينك الأمريكية فإن هذه المادة تتسرب إلى الطعام المحفوظ والمعلب وقد تؤثر على صحة الإنسان ونصح بتجنب أو التقليل قدر الإمكان من تناول الطعام المعلب وعدم تسخين المعلبات أو تعريضها للحرارة والرسالة الأخيرة لما بدك تشتري أي نوع من المعلبات أولا تأكد من تاريخ الانتهاء ثانيا تأكد من أنها سليمة ولم تتعرض إلى الضرر من الانتفاخ أو الانبعاج في أماكن خطيرة كالغطاء فإن هناك خطر من تسرب الهواء إلى داخل العبوة مما يؤدي إلى تلف المادة الغذائية طبعا كل روابط المعلومات الطبية لحابب الاستيزادة ستجدها في التعليقات في الختام لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقنوات تفعلوا الجرس وبهيك بحكي لكم إلى اللقاء